مع اشراقة الشمس كل الصباح تتوجه ايمان الى مكتبتها وسط مدينة زاخو التي اسمتها بدارها تيمنا بما يحمله المكان من رمزية ودلالات لانه اول مقهن مخصصا لقراءة الكتب في المدينة تديره امرأة ايمان ذات عشرين عاما تقضي جل يومها بين الكتب لخدمة زبائنها تارة وترتيب وتصنيف الكتب تارة اخرى حيث استطاعت جلب العديد من الكتب المتنوعة في مختلف المجالات واللغات بجهود ذاتية منها ولقد وضعنا في مخيلتنا في ان لا ندع اي شخص يدخل الى هذه المكتبة والمقهى ان يعود دون الاستفادة من دخولي الى هذا المشروع الثقافي وفي بداية عملي واجهت صعوبات لانني اول امرأة تدخل في هذا المجال وتاتي اهمية هذا المشروع لانه يضم مكتبا ومقهى هادئا في ان واحد يستطيع اي مثقف او مطالع للكتب او حتى الطلبة ان يغضي اوقاته هنا للفائدة رغم وجود الات حديثة ومتعاصرة لكن ما جعلني هذا اني ازور المكتب واكون من احد الرواده والمهم في هذا الامر هو انها اول امرأة او فتاة في مدينة زاخو تأخذ قدمها الى عتبات المكتب وتفتتح هكذا كتب وهكذا اماكن ومنتديات مهمة لنا جميعا ما لفت انتبايه هو ان المكتب تشمل ايضا بين رفوفها مقهى او كما نقول في المصطلح المعاصر كافي فهذا ما يجعل الشباب والشبابات ان يزوروا المكتب وهذا كما نقول لفتة نوعية يجعل منا ان نعاصر وانواكب قيل قديما خير الجاليس في الزمان كتابه لما يحمل الكتاب من اهمية فالمشروع داعي الى المطالعة جاءت كخطوة لتشجيع الشباب على القراءة نجلة سندي زا كروس تيفي زا خو